بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كالعادة بالحصيلة اليومية للترصد الوبائي ضد مرض كوفيد-19 ببلادنا الحصيلة ديال 24 ساعة ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى الساعة الرابعة ليوميه الخميس 21 ماي 2020 حيث أن المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري سواء منها تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو لمؤسسات الطب العسكري أو الدرك الملكي مجموعة المختبرات أكدت لنا من مجموعه 78 حالة جديدة مؤكدة مخبرياً ليصبح إجمالي الحالات المسجلة ببلادنا منذ بداية الوباء 7211 الحالة هذه الحالات سجلت معظمها بجهة الضاربضاء السطات وبالضبط بمدينة الضاربضاء وسجلت بعض الحالات بجهة مراكش أسفي وحالات قليلة متفرقة ما بين جهة سوس ماسا وطنجة إطوان الحسيمة وفاس مكناس ورباط سلا القنيطيرة وليبقى التوزيع الزغرافي للحالات حسب الجهات التوزيع الزغرافي لمجموع الحالات المسجلة منذ بداية الوباء تبقى النسبة تقريباً هيه مع ارتفاع طفيف بالنسبة لجهة الضاربضاء السطات حيث وصلت النسبة إلى 31% وتبقى الجهات الأخرى تأتي تباعاً جهة مراكش أسفي ثم جهتين طنجة طوال الحسيمة وجهة فاس مكناس ثم جهة الرباط سلا القنيطيرة وجهة ضرعاء تافيللت لازم نواصل اكتشاف الحالات مبكراً دون وجود أعراض للمرض لأن ذلك يتم غالباً ضمن عملية الكشف لدى المخالطين فهذا 24 ساعة ومن بين 78 حالة 65 اكتشفت في هذا الصياق أي بنسبة 87% للتذكير فإننا وصلنا إلى حدود اليوم إلى ما مجموعه 40.469 مخالط الذين استفادوا من التتبع الصحي عند اكتشاف الحالات التي تكون في محيطها بالموازات مع التأكيد المخباري على الحالات بطبيعة الحال المختبرات تعطي نتائج سالبة بالنسبة للمرض للفيروس المسبب لكوفيد-19 وبذلك تستبعد الحالات التي يكون مسبقاً محتمل إصابتها ووصل هذا العدد في هذا 24 ساعة إلى 6.915 فيما وصل إجمالي الحالات المحتملة والتي استبعدت جراء التحليل المخباري منذ بداية الوباء 105.786 حالة مستبعدة بالنسبة للوفيات سجلت مع الأسف هذا 24 ساعة حالتي وفات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 ويصبح بذلك إجمالي حالة الوفيات المتعلقة بهذا المرض منذ بداية الوباء 196 حالة وفات وتبقى النسبة المئوية للإيماتة مستقرة في حدود جوج فاصلة 7% بالنسبة لحالات التعافي سجلنا خلال هذا 24 ساعة شفاء 182 حالة جديدة فإذا تنضاف إلى الحالات المعافات من قبل ويصبح الإجمالي هو 4.280 حالة شفاء منذ بداية الوباء وتستمر بحمد الله النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع فتصير إلى حدود اليوم 59.4% في إطار التفاعل مع بعض الأسئلة التي تريد علينا حول إصابة النساء الحوامل فنقول بأننا سجلنا منذ بداية الوباء إلى الآن الإصابة لدى 31 سيدة حامل والحمد لله دون تسجيل أي حالة وفاة 30 ديل هاد النساء اكتشفنا لديها المرض دون وجود أعراض أو وجود أعراض بسيطة جدا وعند سيدة واحدة كانت الحالة متوسطة الخطورة ليست بالخطرة ولكن متوسطة الخطورة فإذا كان هذا جل ما ميز الحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال هذا 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته